يومان من الصدمات والتوتر الداخلي في عدد من المدن الباكستانية الرئيسية أنصار رئيس وزراء السابق عمر خان خرجوا إلى الشوارع المعترضين على قرار توقيفه الحكومة الباكستانية الحالية اضطرت للاستعانة بالجيش لسيطرة على الأمن في هذه المدن لم يتوانى الجيش عن التحرك والنشر قواته في مناطق مختلفة من العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى في وقت تتسع دائرة اعتقال قادة حزب انصاف من قبل هيئة المحاسبة الوطنية التي لا تزال تحتجز عمران خان للتحقيق معه فيما يرى مراقبون أن القضاء لا يملك حتى الآن دلائل إدانة نهائية لخان الوضع الآن بين مؤسسات الدولة والمواطنين في توتر متزايد وهناك فجوة كبيرة بينهم وأرى أن على الأحزاب السياسية والمؤسسات الأمنية والحكومية العمل على إيجاد طرق لسد هذه الفجوة التي هي أساس التوتر القائم في البلاد الحكومة الباكستانية سارعت إلى تقديم كل ما لديها من أدلة لاتهام خان وهو ما رأاه وزير الداخلية الباكستاني إجراءا قانونيا رغم المناشدات الدولية للحكومة الباكستانية بالالتزام بالمسار الديمقراطي في التعامل مع المعارضة التي يمثلها حزب انصاف عمران خان عليه أن يواجه القضاء فهناك اتهامات ضده بالفسد وهي تطاله وزوجته وهناك مبالغ كبيرة أخذها ولا بد من التحقيق معه بشأنها الأزمة السياسية إلى مزيد من التعقيد منذ إسقاط حكومة عمران خان وحتى تاريخ توقيفه منعطف جديد دخلته البلاد ينذر باستمرار الأزمة في ظل غياب الحلول وضبابية المشهد واحتدامه المتغيرات السياسية في باكستان تأخذ طورا جديدا من التعقيد وعد توقيف عمران خان لتحقيق معه وانتشار الجيش لإخماد احتجاجات أنصاره وبقاء الحكومة ولجنة الانتخابات عاجزتين عن تحديد موعد للانتخابات العامة ما يعني استمرار توتل القائم في الداخل الباكستاني باكر يونس اسلام أباد الميادين